كيف يمكن للمسلم أن يميز الكرامة من غيرها؟ طيب السؤال لا يتكون من اتنين المسألة الأولى كيف تميز بين الكرامات الكرامة يا أخواننا العلماء قالوا هي أمر خارق للعادة بس تلاحظ حتة مهمة إنه أمر خارق للعادة ما خارق لشنو؟ ما خارق للشريعة لما أقول لي خارق للعادة لما تقول لي الولي بيطير أنا ما حاجة أغالتك في يطير ولا ما يطير لكن الطيران بتاع الولي ده لازم يكون ما خارق يعني ما تقول لي الولي بيخلق ده خارق للعادة ولا للدين؟ ده خارق للدين فده ما يسمى بشنوب كرامة العلماء قالوا هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد أحد أوليائه إظهارا لكرامته أو نصرة لدينه وإظهارا لكرامة هذا الولي هذه هي الكرامة تميز بين الكرامة وبين خزع بولات المشعوذين كيف؟ أن الكرامة سببها الإيمان والتقوى وأن شعب ذات الشياطين سببها الشرك والسحر والتقرب للشياطين أن من جرت على يده الكرامة تقاس حاله بالكتاب والسنة مثلا بتلقى والدلميرين برمي الناس بعصاته تفتش حاله بعمل نوبات ده ما ماشي مع الكتاب والسنة إذن هذا شنو؟ ولي من أولياء الشيطان موضوع انتهى ساهل جدا تميز ليه؟ لأنه يتعندك ميزان واضح اللي هو شنو؟ اللي هو الكتاب والسنة فهمت؟ ثالثا الكرامات يستعانوا بها على أمر واجب أو أمر مستحب أو أمر مباح أو نصر للدين أما خزع بولات الشياطين فيستعانوا بها على الكفر وعلى التفريق بين الزوجين وعلى مضرة الناس وعلى الحرام وعلى شرك بالله زول اكتب زول عشان يفرق بينه وبين مرته يا أخي من أعجب ما قريت والله يا أخواننا شي موسف ما عليش يا أخواننا أسمحوا لي أقوله أسمحوا لي أقوله قال في ترجمة حسن واتحسونة إنه جاءت وحدة قالت له يا الشيخ أنا شغالة في بيت دعارة ده في كتاب طبقات والضيفلة ده بقرره في جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد والأداب وغيرها قالت يا الشيخ أولا يا مدين يا الزباين قاله أنا ما أعرف الدولار في زمنها ارتفع ولا الحاصشون المهم قالت له الشيخ أكتب لي ورقة قال فكتب لها الشيخ ورقة فكثر الزباين عندها جدا بدل ما شغل يقول له يا بيت الناس الزينة حرام ولا تقربوا الزينة وإن الزان عنده من العذاب كذا وكذا ويتق الله وما ممكن أنا أزول بتاع دين على الأقل كان يتحمس له دين يقول له أنا أزول دين كيف تقول لي كذا يفيك كابل مركوب على الأقل لكن عشان تعرف دي شغلت الأصوفية يكتب ليك سحر يكون كاتبه بيدم حيط أو كاتبه بيدم وسفوح نجس أو يكون مدنس المصحف أو طلع فيه بيكور عينه أو روماه والله يكرمك في الحمام أو غيره من أعمال السحرة اللي بيعملوها السحرة الآن في ألافين في السودان فيمتى فقال فكتب لها ورقة الزباين كتر زباين كتر وكتر شديدة وبيقت شغالة زي المهم خلينا من الموضوع قال بعد شوية يعني الورقة اتفرتقت فمشت ليه زولي جلدة الجلات قام فرتق الورقة كده قال لها بيت الناس انت الكتب ليكي الورقة منه قالت ليه وكتب لي الورقة حسن واتحسونة قال لها والله حسن واتحسونة نبزي وقام قال لها كلام شين جدا أنا معلش أسمح له إنه ما أقوله أنت بس راجعوا في الكتاب كويس كلام السفيه وغاية في السفا فديل بيستعينوا بهذه المسائل على نشر الشرك بالله والكفر في واحد اسمه حامد أدم موسى كان كان ساحر قال كان عندي مئتين كم وتمانين عربية في البيت وكان عندي كم مئتين وكم وتمانين شيطان والشياطين ديل قال كان عندهم حكم دارين واحد اسمه سهسهوبي واحد اسمه طهطهوبي فيمتى؟ قال ديل كان أنا برسلهم للشرك والأمور السحر وقال أنا سبعتاشر سنة ما صمت رمضان سبعتاشر سنة قال له ما تصم رمضان فيمتى؟ فأخواننا دي أمور باطلة أمور كفرية الإنسان يبعد عنه إن شاء الله نقف لهذا الحدمش ولا فيه سؤال تاني سؤال التاني شنو؟ أيها البدعة المكفرة إن شاء الله خليوا ليه محاضرة الغد مع الشيخ هو بكر رزاهم الله وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان